عموما احنا برضو هنبدأ متفائلين وان شاء الله بكرا ربنا يكرمنا وان شاء الله نقدم بطولة جيدة باللعبين المتوجدين ويكون فيه فرصة كمان للحاق بعض المصابين بهذه البطولة خصوصا ان بالمناسبة تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف جدا لحسام حسن مهاجم الفريق وبإذن الله يقدر يعني يلحق بالمباريات كمان برضو جديد بالذكر ان الحمد لله جاءت مسحة مصطفى الشبير ومغربي سلبية انضموا للبعثة بجانب عودة علي معلول طبعا وقال يوديانج بعد انتهاء مشوار منتخبية تونس ومالي في أمم إفريقيا وزي ما قلنا وزي ما دايما بنقول وحنفضل دايما نكررها الأهلي بما نحضر كلام محترم وصحيح